من جانبها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض الماضية والأمراض الباطنية في مجمع السلمانية الطبي أكدت أن هناك مؤشرات إيجابية لتصطيح المنحنة مشددة في هذا الصدد على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الأيام الأخيرة لتحقيق النتائج المرجوة هناك مؤشرات إيجابية لتصطيح المنحنة حيث نرى طبعا على مدى الثلاثة أيام السابقة شون الأرقام في مملكة البحرين بدت تستقر ونحتاج للاستمرار في هذا إلى الالتزام من الجميع كما شهدناه في الأيام الأخيرة لتحقيق النتائج المرجوة وإن شاء الله تقل الحالات ثانيا نجدد على الجميع الالتزام ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية واللي أعلن عنها سابقا واللي احنا مستمرين عليها لأكثر من عام بما يسهم في حفظ وسلامة وصحة الجميع ثالثا وهذه جدا نقطة احنا كررناها ولها أهمية في تقليل الانتشار هي أهمية التطعيم ومأمونيته في تعزيز مسارات الحد من انتشار الحالات وزيادتها وتحصين المجتمع وأهمية المبادرة بأخذ التطعيم والتسجيل له النقطة الرابعة هي ندعو الجميع إلى الإقبال على أخذ الجرعة المنشطة لمن تطبق عليهم الاشتراطات لما ليها من دور في زيادة درجة المناعة والأجسام المضادة اللازمة لمجابهة هذا الفيروس في حين التعرض إليه خامسا هي نقطة جدا جدا مهمة ويمكن تطرق إليها أخي الدكتور مناف هو أننا لاحظنا طبعا في الفترة الأخيرة هناك أخير في التبليغ عن الأعراض فبعض الحالات تصل إلى مناطق العلاج بعد تدهور حالتها الصحية وإحنا ذكرنا في السابق مؤتمراتنا من بداية الجائحة أنه مهم جدا الوصول إلى الحالات لما تبدأ عليها الأعراض لما تكون الحالة متأخرة يكون من الصعب علاجها والشفاء من المرض